موسيقى 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 مساء الخير قصيدته مجدولة بالغضب ونبرته الشعرية عالية لتقوى على هدير الطائرات ودوي المدافع وحبره واضح صريح ليتغلب على ضجيج الجرفات وهي تمح البيوت من جذورها ففي حالته يغد الشعر نوعا من إشهار الهوية وتأكيدها في مواجهة محاولات تنصها وإلغائها صوت آخر من داخل الأرض المحتلة يبشرنا بأن فلسطين لا تكف عن الإبداع مثل ما لا تكف عن الكفاح في قصيدته عطر التراب وأريج البرتقال وسعي حثيث لمقاربة مختلفة عما هو سائد ومألوف في الحالة الفلسطينية مروان مخول في بيروت فكيف لا نفتح له باب بيت القصيد ونقول أهلا وسهلا نورت شكرا زايا على التقديم الجميل تستاهل مروان سؤالي الأول هو معنى أن تكون شاعرا اليوم بعالم اليوم بمعزل عن انتمائك الفلسطيني أو اللبناني أو العربي إلى آخر أن يكون الإنسان شاعر في هذا العصر لا أعتقد أن الشاعر يختلف عن الناس من حيث المشاعر والعواطف إنما لديه الإمكانيات للتعبير عنها هذا كل ما يفصل الشاعر عن الإنسان الآخر أو يميز الشاعر لا أعتقد أيضا أن على الشاعر أن يكون مختلفا يجب أن يأتي من الحياة ومن فرحها وطرحها لا أن يكتب عنها أن يأتي من تجربة الحياة لا من التجربة الورقية يكتب منها يعني طبعا العصر صمته اليوم استهلاكي إلى حد ما يعني ثقافة سائدة بالكوكب ربما عندنا تظهر أكثر كونها مجتمعات مطلقية مستهلكة أكثر ما هي منتجة الكلمة من خلال تجربتك من خلال أمصياتك تجد أنه لا يزال لها سطوة لها تأثير نعم أنا شخصيا أرى أن لها سطوة وأن لها قيمة دور الشاعر أن يجعل هذه الكلمة عصرية أو يضعها في قالب عصري أريد أن أقول لك كلام قد يبدو غريبا أو قاسيا أو متطرفا إن كتابة القصيدة داخل كتاب وجعلها في معرض الكتب أو في المكتبات هي يعني ظاهرة عمرها بعض مئات السنوات فقط نعم الشعر له تاريخ وعلاقة متينة مع الإلقاء مع المنبرية مع المسرح لا يوجد مشروع شعري كامل من دون مسرحة الشعر من دون حضور الجماهيري هذا ما يجعل أو جعل من القصيدة في السنوات الأخيرة بعيدة أو في غربة عن القارئ أو العكس بس في شعراء كفر مروان بيقولوا أنه المنبرية بيعتبروها مأخذ أو كأنه يعني مثلبي على الشعر أولا فلنفصل بين المنبرية وبين الشعراتية بين المنشت وبين المسرح نحن لا نتحدث عن القصيدة الخطابية التي تخاطب عواطف الناس وتجيشهم بالعكس تماما نحن نتحدث عن إقاع أو صوت الموسيقى الداخلية التي تقرأها أنت تعبر عنها في الإلقاء هذا ما أدعوه وهذا ما أنادي فيه وهذا ما أرى أن له روازاً وما تفعله أيضاً بخلال قم سيارتك سنأتي إلى الإلقاء وإلى تجربتك على المسرح ولكن أولاً معنى أن تكون شاعراً فلسطينياً هل هذا يختلف؟ يعني عن أنه لو كنت مثلاً شاعر يمني أو شاعر مصري طبعاً يختلف هو السلاح ذو حدين أولاً فلنعترف أن القضية الفلسطينية تخدمني كمشروع شاعر بدون أدنى شك وهي خدمتني كثيراً ولعلها أكثر ما خدمني في مشروع الشاعر طوال عمر الشاعر لكن هي أيضاً مطب خطير مطب لسببين مركزيين السبب الأول هو أن هذا قد يجعلك شاعراً ملتزماً بقضايا شعبك أو شاعراً منجرفاً وراء القصيدة السياسية من دون أن تكون تلقائي وعفوي شبيه بقصيدة الحقية أو العضوية التي جاءت منك وإليك هذا أولاً ثانياً أنت تسعى أن تكون بهذا المكان في صراع داخلي بين مكانتك الفني ومكانتك الجماهري فتريد الموائم أو الموازنة بينهما فبالتالي يجعلك دائم القلق حتى تكون شبيه بالمستوى الفني الذي أنت عليه أصبحت تشعر أنه جماهريتك أو انتشارك تلقي بثقلة على كاهل أصيدتك نعم أنه يتوقع منك الناس شيء ما له علاقة بفلسطين طيلة الوقت بالقضية نعم بل أكثر من ذلك أشعر أن جماهريتي أكبر من حجمي كشاعر هل ظل ما لم يقوله شعراء الأرض المحتلة هل ظل شيء النكبة ليست لحظة النكبة هي كل لحظة منذ النكبة النكبة ليست لحظة نكبة مستمرة نعم ما جعل القصيدة الفلسطينية أو الفن الفلسطيني بمرحلة معينة متقوقع هو أننا تحدثنا عن الماضي عن النكبة كلحظة لكن النكبة ليست لحظة الآن يوجد لكبة من يقصف غزة بـ 16 بكبسة زر ويقتل 1440 طفل هذه نكبة أنا أكتب عن هذه النكبة أنا أكتب عني كفلسطيني أعيش في الداخل عن التمييز للعنصر الذي أراه في كل شيء يوميا ساعتيا قد لا يرى ذلك الشيء شخص آخر لأنه لا ينتبه لهذه الأمور أو ليس مهتما ويعنى بها أنا أعنى في هذه الأمور أعنى في هذه التفصيل أي شيء صغير أي نبرة غير طبيعية من الآخر تجاهي تحفزني على الكتابة بتعرف مروان فيه شغل كثير على تقسيم الشعب الفلسطيني على تجزئة الشعب الفلسطيني بين ضفي بين غزة بين 48 كذا كونك من فلسطينيين داخل ما يسمى بفلسطينيين 48 تعيش وتتأثر وتتفاعل مع ما يجري في غزة والضف بنفس الطريقة التي يعيش فيها أي فلسطيني آخر هناك أولا هذه التسمية بعرب 48 لا أريد أن أقول قاسية لكنها تكرس لسياسة التقسيم الفلسطيني وقد تكون حقية سياسيا لكنها ليست حقية عاطفيا لا أرى هذا التقسيم عربي 48 أو 67 لسنا أرقام بقدر منحوا فلسطينيين من حيث الهوية الثقافية والفنية والإبداعية والحضرية والتاريخية الآن نعم أنا أعترف أننا لا أتحدث عن غزة كما يتحدث ابن غزة عنها لست داخل هذا الحصار لكن يجب علي أن أدفع فاتورة هذا الحصار من هذا الباب ترى قصائد تعالى تعاج أزمة الهوية الفلسطينية في الداخل الفلسطيني أكثر من غزة أو بيت حنون أو بيت فجار كونك ابن هذه البيئة لكن لا أستطيع أن لا أكتب عن غزة لكي أؤكد دائما على التواصل الطبيعي مع هذا الشعب الذي هو أنا أريد أن أؤكد دائما على هذا أن هذا الشعب هو امتداد الطبيعي عندما أشعر أو أتقوقع داخل الفلسطيني الثمانة وأربعين إذا قبلت بهذه التصمية فأنا بهذا أكون أكرس وأساهل في تجزئة شعب الفلسطيني وهذا ما قصدت أنا بمقدمتي أن قصيدك تحاول أن تقوى على دوي المدافع وهدير الطائرات بمعنى تفاعلك الفلسطيني مع عضية شعبك أينما كان ولكن النبرة العالية بشعرك مروان أدهي نتاج إقامتك في هذا الداخل يعني بمعنى الاحتكاك اليومي المواجهة اليومية مع المحتل مش بالضرورة مواجهة دائما عنفية ولكن مواجهة مضمرة مستترة أحيانا أدهي بتخلي يعني النص الشعري عالي الصوت عالي النبرة ثلاث أسباب أدى إلى ذلك سببين إيجابيان وسبب سلبي السبب السلبي كننهي دراميا بشكل أجمل السبب السلبي هو أنني منذ بداياتي كنت أقف على منصة مسيرة العودة وأقرأ شعري إلى الجمهور ويتفاعل معي بسخب فمن حيث لا أدري أثر وشوش على قصيدتي حالة الجماعيرية وحب الناس للقصيدة المنبرية التي تخاطبهم بقوة هذه القصيدة أنا أحاول صراعها الآن لكي أخفف من حدتها ولكي أجعلها طبيعية أكثر السببين الطبيعيين الذين لا يوجد بهم شيء سلبي وقد لا يكون فيهم شيء إيجابي هو أولا أنني من أب فلسطيني يعيش في الجليل الأعلى حيث الجبال وحيث الوديان وحيث الطبيعة الطبيعية ليست بحاجة لديبلوماسية كالميناء كبيروت وكحيفا وكطرالو طبيعة فيها شيء من القصوي أصدر يوجد شيء من القصوي هي عفوية وعرية أسابي الثاني هو أن أمي من لبنان من الجنوب من بيئة لديهم الكثير من المائز التي كنت أسرح نعم مشيرانا من بلد ترميش كنت أسرح في البدايات في هذه المائز فلا تستطيع أن تقول للعنزة لو سمحت إذهب يمينا أو يسارا أن تفج مع العنزة أو على الأقل طبيعي معها طيب ولكن المباشرة أحيانا الخطابية لا يمكن أن تجد في قصيدتي مباشرة أنا أهرب من المباشرة طب حين تكتب عربي في مطار بن جولون نعم نعم هذا ما جعل منها جماهيرية هل توافق أنه لمحمود درويش أثر عليك؟ نعم في مرحلة معينة نعم كثيرا في البدايات كان التأثير الأول للنزار قباني فيما بعد لمحمود درويش منذ سنوات لا أقرأ محمود درويش نهائيا لتحاول التحرر لأتحرر من سطوة هذا الشاعر الكبير والمهم والذي كلنا وقعنا في مطبه لأنه في الظل لا يمكن لأي نبتة أن تنبت لا أريد أن أكرس لأن نكون كلنا صوتا واحدا صوتا واحدا ولكن أثر محمود درويش على كثيرين حضرتك ارتبطت بنصه يعني بقصيدته بشعره قراءة شعره وجمعتك صداقة بشخصه كيف ممكن توصف علاقتك بالشاعر نصا وشخصا؟ أولا من الطبيعي أن أتواصل مع قصيدة درويش لأنني لن أتواصل مع قصيدة يانيس ريتسوس منذ البدايات ولا مع قصيدة بوشكل منذ البدايات ولا مع قصيدة طاغور منذ البدايات لأن درويش هو تاريخي وليس طاغور وليس ريمبو فهذا ما جعل تلقائيا مني أتعاطف مع قصيدة درويش أولا ثانيا قصيدة درويش بحد ذاتها قيمتها المجازية والإبداعية كان لها التأثير المهم علي كشعر هذا من حيث الشعر من حيث الشخص نعم فنعم ما زال محمود درويش يؤثر عليه كشخص كبنية مسرحية كشخص ككريزما إن صح التعبير الشعرية على المسرح لأنني تأثرت من كلامه وأشهد بتجربتك منذ البدايات كان له رأي إيجابي بنصك الشعري على قلة يعني ما يبدي آراء إيجابي خصوصا بنصوص جديدة واحدة من الثيم التي تعلمتها من درويش أن الشعر فن الحلف لا فن الكتابة فهو يعني نهر قد نتعلم تنحاز لبدايات محمود درويش الشعرية أم لنهاياته الشعرية عاطفيا أن حازد قصائد درويش الأولى فنيا لقصائد درويش الأخيرة عاطفيا لأن درويش كان عفويا غرائزيا أكثر في البدايات لأنه كان منفعاليا قدر وكان في مواجهة مع المحتل لكن عندما أسس درويش لنفسه خرج من البوطقة أو من قوقعة الفلسطيني إلى قوقعة الكوني صار ينحط قصيدته فصارت أجمل ظاهريا لكنها منحوطة لكنها مصنوعة بذكاء صارت الخلطة فيها أكثر ذكاء من الغرائزية وأنا من أنصار اللؤى المواء بين الغرائزية والذكاء تراني أحيانا أتفاعل مع القديم وأحيانا أخرى أتفاعل مع الجديد محمود درويش غادر فلسطين عاش في عواصم عربية منها بيروت طبعا والقاهرة وعاش في فرنسا تخففت قصيدته من أشياء كثيرة يمكن تفرضها الإقامة في الداخل الفلسطيني هل تفكر بأن تعيش خارج فلسطين؟ لم يعني جماهريا يفيدني كثيرا أن أخرج من فلسطين لأنني ما أن وصلت بيروت الآن حتى استقبلني اللبنانيون بشكل كبير جدا لكن أشعر أن دوري الآن التاريخي في البقاء في وطني بين أهلي لأنني في ذلك رسالة إنسانية لا أستطيع التخلي عنهم حتى لو كنت أستطيع الانتشار أكثر في الخارج نموذج محمود درويش مختلف نعم وزمنه مختلف محمود درويش لو بقي في فلسطين لما خدم القضية الفلسطينية كما خدمهم الخارج بما أنك ذكرت بيروت وأنا مخصص جزء الحديث عن مجيئك إلى بيروت ولكن هل تشعر اليوم في محاولات كثيرة لحرف الأنظار عن فلسطين لتضييع هذه القضية للأسف هل تشعر في وجدان الناس من خلال أمسياتك من خلال لقاءاتك أن فلسطين لا تزال حاضرة لا يزال الجروح الفلسطيني يحرك الضمائر والأفئدة 50-50 50-50 بتحس أن تراجعت هذه القضية لا يوجد قضية فلسطينية اليوم أنا لست مؤمن بأن القضية الفلسطينية هي الواقع المعاش الآن يوجد قصيدة عربية قضية عربية وهي قضية فلسطينية بالأساس القضية السورية فلسطينية القضية المصرية فلسطينية القضية اللبنانية بأي معنى؟ بمعنى أن كل ما يجري في العالم العربي يعود لمردوده الإيجابي لجهة معينة ومردوده السلبي يعود على الشعب العربي ككل فهذا يؤكد أن القضية الفلسطينية هي مجرد شماعة نعلق عليها كل أمان لكن في الحل الفلسطيني لا شك حل لكل القضايا العربية لكن لا حل بدون حل كامل وشامل ليس فقط في الشرق إنما في كل العالم يجب أن يكون خلل في التوازن أو في موازين القوى الدولية الآن يجب أن يكون هناك توازن بين الأقطاب هذه الأقطاب التي أنا لست معجب بأحد منها كي تعود الشرق إلى ما كان عليه أنا كنت أتمنى أن نحرق البترول كي يكفى الآخر من الرغبة فينا كنت أتمنى أن تعرق لأنني لست مستفيداً أو نستخدمه بطرق مختلفة أن يكون في خدمة الناس وليس في خدمة مصالح دولية أن نجد بسهولة أن هذه الأموال تستغل بشكل صوري والمظاهراتي ليس علاق له بالتطور العضوي في الإنسان العربي على الإنسان العربي أن يبحث عن نفط ثقافي أولاً وعن تنمي حقيقي أن يطالب حكامه بتنمي أنا لا أريد لعالم عربي أن يكون معه مال ولا ديمقراطية أريد لعالم عربي أن يكون يكون بنفسه إنسان أولاً أن يغير ذاته من داخل أسرته كي يكون قابل ومتهيئ للديمقراطية وصرف المال الذي يجنيه من خيراته خليني اسمع رأي يعني أعتقد لأنه سألك سؤال عن بيروت رئيس القائمة العربي المشترك الأستاذ أيمان عودي اللي هو أحد أصدقائك في الوقت وصديق الأول نفسه شهادتي مجروحة فمروان صديق شخصي ولكن أريد أن أشير بأن الشعر عموماً في حالتنا الفلسطينية هو ليس حالة ما بعد حدثية وليس حالة فردانية وإنما هو مكون أساس لهوية التي هي في حالة مواجهة وفي حالة دفاع مستمر ومروان مخول برأيي نجحة بأن يجمع بين هذه الحالة الجماعية للشعر فهناك الحالة الوطنية كالكثير من القصائد وهناك أيضاً الحالات الفردانية الإنسانية الحياتية التي تبحث عن التفاصيل الصغيرة مروان مخول هو مكمل درب لكبار الشعراء الفلسطينيين يجب أن نذكر أننا عندما نتحدث عن الهوية الفلسطينية خاصة لدينا لدى جماهيرنا التي بقيت في وطنها رغم النكبة ورغم سياسات التاشئير فللشعر المكانة الأعمق والأبرز في صياغة هذه الهوية الوطنية فعندما نقول هوية فلسطينية فتقفز الأسماء إلى الذاكرة مثل محمود درويش، سميع القاسم، توفيق زياد وغيرهم من الشعراء وبرأيي المتواضع فإن مروان مخول هو أيضا مستمر لهذا الجيل الكبير والعملاق وأيضا لديه من ما بعد الحداثة الكثير ما يقدمه في نهاية مطاف نحن أيضا مجموعة ولكننا أيضا أفراد ولنا من التمييز كأفراد صديقي مروان أنت في بيروت بيروت حبنا الممنوع وأنت تجرأت وسافرت وعندما تعود في حالة تحرش بك جهاز الأمن هنا فنحن سنكون إلى جانبك لي لك طلب أن تزور مخيمات اللجوء في بيروت أن تزور أهلنا الفلسطينيين الصامدين القابضين على الجمر والحالمين بفلسطين أن تزورهم وأن تبلغهم بأن البعد بعد 66 عام لم يؤثر علينا في شيء طلب مني أن أوجه لك سؤالا وسؤالي لك ما بجعبتك عن إمكانيات تطوير العلاقات الثقافية بيننا وبين الفلسطينيين في لبنان وبين المثقفين اللبنانيين عموما شكرا للاستاذ عيمة عودي الجل الإجابي على السؤال الثاني ولكن بموضوع المخيمات أعتقد أنك زرت مخيم برج البراجني أول شيء عملته في لبنان هو أن زرت أطفال مخيم برج البراجني بس ما عملش من نضجي هذا كل ما في الأمر يعني بيستحقوا أكتر من زيارة راح أجل لبعد الموجز الإخباري الحديث عن بيروت والعلاقة الثقافية بين فلسطين وبيروت بس انطلاقا من اللي قالوا أنه يعني بيحسك امتداد لشعراء فلسطين حضرتك بأصيدتك لسميح القاسم اللي كتبت برفاء سميح القاسم بتقول له فهذا الحمض وراثي أو هذا الحمض الشعري أو هذا الحمض في شعري وراثي تؤمن بأنك امتداد لهذه القافلة بعد الموجز ولا قبله لا هلأ سميح القاسم درويش مات ولم تمت حيفة التي بقيت تهاتف أهلها عن صفح كرملها يعوض صفحه المحروق هذا الكرمل الأزلي إذ تنم النباتات التي ابتزغت لتأكيد الحياة على النجاة من الطغاة فلا تخف يا صاحبي عند الحديث عن الرحيل سواء كنا أم رحلنا لا فكاك عن الأمل يعني بالعرب الدرج طيب أولا شعراء فلسطين الكبار محمود درويش سميح القاسم تفيق زياد معين بسيسو سالم جبران نعم هم سقف عالي جدا 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 لكنه ليس الأخير إنما هو سقف عالي للطابق الأول ونحن الثاني وعلينا الثالث والرابع والخامس والعاشر الشعب الذي يرى بشاعره الذي توفي أنه نهاية الشعر هو شعب ميت أنا أسعى لأن أؤسس لمرحلة جديدة لا أريد أن أكون سميح القاسم رقم اثنين ولا أريد أن أكون محمود درويش رقم ثلاثي أريد أن أكون ذاتي مروان مخول بغض النظر عن المستوى الجماهيري هذا هو رأيي بكل صراحة وبكل صدق وشفافية وطبعا يعني شعب حي مثل الشعب الفلسطيني لن يتوقف عند جيل أو جيلين أو ثلاثة أجيال من المبدعين ومن الشعراء مشاهدين الكرام اسمحونا نتوقف مع موجز إخباري سريع ثم نتابع بيت القصيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لم يسألني أحد حين تقرر لي أن أكون فلسطينياً ولبنانياً في جسد واحد لم يسألني أحد إن كنت أرغب في أن يختلف قسمايا فيه ويا زاهي رغم هذه الجراح التي سوية نلعقها الآن بعد أربعين عاماً من الإنجرار وراء التيه واللاوعي إلا أنني أعتذر عن الإجابة لمن ربما يسألني أي قسم منك أحب عليك إلى لبنان جئت اليوم لأني مشتاق لنصفها الأول أعني هؤلاء الذين تركوا بيوتهم في فلسطين فأخبرهم أن على شبابيك بيوتهم ما زال الحمام أبيض وأن في الغروب شروق ما إلى لبنان جئت لأني مشتاق لنصفي الآخر أعني هؤلاء الذين إلى شاطئهم لفظ البحر الناجين من وحش النكبة حتى أرهقهم أن بيتهم بيت الضيق لم يعد يحتمل أي صديق أو مثل عربي هشمه الواقع وكي لا أكون بهذا رومانسياً أحملك معي على بساط قصائدي هذا المساء كي نتعرف معاً على المجرم الذي كان السبب لا يملك يعني من يسمعك إلا أن يحيي تأثرك مروان يعني شاتي فيك كمان أنا مجروحة قبل أن أسألك عن إحساسك ببيروت وعلاقتك بلبنان وعن رميش وأهل والدتك بيت جدك خلي شاركني هذه التساؤلات الصديق والكاتب والناقد لأستاذ بير أبي صعب مروان مخول بالشعر يعني من هذا الجيل بالشعر الفلسطيني اللي أخذ زبدك المشعل من شعراء الأرض المحتلة أنا ما بقدر ما شوف مروان هيك منكمل بشك ع طريقته بأسلوبه بلغته بس بنفس الزخم بنفس الرخامة نكمل شوي سميح القاسم وعنده كتير من محمود درويش يعني أنا لما بيلقي شعر بحس هيك في بحة الصوت نفسه والآخرة هيدا مش انتقاص من دوره بالعكس ولا إنه هو عم بيقلد بس إذا بدك حلو لقلنا نشوف الاستمرارية بحركة الثقافة الفلسطينية خصوصاً بالداخل يعني بالفلسطين التاريخية المحتلة بـ 48 وقداش هو قادر يخلق فراته يخترع فراته من خلال هاي اللغة ومن خلال هاي التقاليد مروان هو ابن الواقع الفلسطيني التاريخي يعني وبنفس الوقت هو مجدد هو ابن عصره ابن ابتكاراته وآخرية وهيدا بتلاقيه بقصيدته حلو يكون بيناتنا مروان مخول عم يعمل أمسيات ببيروت حلو يقدر يحمل غضب الداخل ورقته هو رقيق رقت الثقافة الفلسطينية رغم الاحتلال وخصوصيته اللي هيك ملونة اللي كلها غنائية وكلها تمسك بالهوية والأرض والحقوق الشيء التاريخية طبيعته شاعر يعني بيلعب الشاعر للآخر يعني حلو وعنده الغواية مش نهايك قلتلك وذكرني بمحمود داربيش بهالقصص هيدا عنده الغواية وعنده الأناقة وعنده القدرة بنفس الوقت عيبر اكتف يعني عنده هيدا الطاقلي ما بتوقف لأنه يحكي ويقنع ويقرأ شعر ويقول غضب ويقول وجعه وبنفس الوقت هيدا الجزاب الغواية عنده ما بتوقف هذا المثقف اللي جاي من واقع كتير صعب كتير معقد واقع الاحتلال قد ما نوصه وما ما قد نوصه وكمان هيك معلق بغيمة عابرة للدول وعابرة للحضارات وعابرة الثقافات مش كل يوم عنا حظ ببيروت انه نستقبل شاعر جاي من فلسطين 48 جاي من فلسطين التاريخية اللي هي قلب فلسطين اللي ما منتخلى عن عن مليمتر مربع فيها فكتير حلو نعرف كيف مروان اللي اللي عنده عنده قصة بلبنان امه لبنانية حلو نعرف كيف احساسه بلبنان يخبرنا عن احساسه ببيروت هو اللي جاي من فلسطين كيف شاف بيروت واهله وكيف شاف المدينة واقاعها بشكل عام يلخصنا احساسه بهذه الرحلة على بيروت يعني سؤال بييرو شهدته الحلوة اللي اسمعناها مترافقة مع موسيقى تريو جبران منعطفع سؤال الاستاذ ايمان عودي كمان يعني هذه العلاقة باختصار مع بيروت اريد ان اقول لك شيء ولعله الاعتراف الاول بحياتي هو ليس اعتراف الاول مرة اصرح بهذا الكلام انا اغرب مخلوق في العالم ارى بنفسي اغرب مخلوق في العالم كمية الواقعية الموجودة بقصيدتي هي جراء انني فلسطيني اعيش في الداخل تحت التأثير الاسرائيلي اعيش فلسطينيتي ولكن كل شيء مدني من حولي اسرائيلي انا ابن قرية عائلتي متخاصمة مع كل العائلات الاخرى لذلك ليس لدي قرية اسمه هو حي تابع لقرية اخرى اسمه البقيعة هو حي ليس لديه اسم انا من اسرى من عائلة مخول التي لم يكن لها علاقة نهائيا على امتداد 60 عام مع كل العائلات في القرية تقريبا المسيحية طبعا وانا من قرية غير معترف فيها اللي هي تابع على البقيعة يوجد عند التناقض بين البقيعة التي لم اعيش فيها وبين القرية التي عائلتي منفصل عن الائلات الاخرى ابي فلسطيني من الداخل من اليسار الوطني الفلسطيني الذي لديه مواقف واضحة مع القضية الفلسطينية وامي لبنانية مارونية من الرميش من المحيط اليميني المسيحي الذي ليس له اي علاقة مع الفلسطيني هذا التناقض كله هو انا نعم طبعا لدي موقف وطبعا موقفي فلسطيني بحت ومناصر القضية الفلسطينية بحت وانا فلسطيني بحت اشبه ابي بحت ولا اشبه بيئة امي لكن انت بي في كل معنى الكلمة للبيئة الغرائزيا وعرقيا ودمويا لأهلي في الجنوب اللبناني الان هذه التناقضات كلها تجعل مني انسان واقعي سمع الجميع باذنه فتحدث بواقعية في القصيدة لم اعش في بوتقة بعيدا عن الجميع عشت مع الجميع لذلك ترى قصيدتي لها ارضية مختلفة عن ارضية كل شائر اخر على سيرة امك مروان ودعت امه يعني والدتك ودعت جدتك بطريقة شوية محزنة ممكن نتذكرها باختصار لو سمع اعيش في قرية البقيعة في الجليل الاعلى طبعا انا سكان ترشيحة امي وولدت وكبرت في البقيعة تقع البقيعة على بعد مسافة عشر دقائق من الرميش امي تزوجت قبل سبع وثلاثين عام لابي الذي يوجد بينهم صلة اقارب تزوجت بعد ان اجتاحت ازرطات اسرائيلية لبنان دخلت امي للقاء اقاربها في الجنوب في الشمال الفلسطيني فتعرفت على والدي وتزوجاه من هذا الزواج جئت انا عندما اقفلت الحدود لم ترى امي اهلها الذين يبعدون عنها مسافة عشر دقائق اكثر من سبع وثلاثين عام منذ عشرين عام لم ترى اهلها نهائيا فيوم وفاة والدتي طلب مني ان اخذ امي لزيارة الحدود اللبنانية ساقول لك مقطع من قصيداتي الشهيرة عربي في مطار بن جوريون التي تتحدث عن هذه الحالة فضل اقول فيها من كنعان ابي وامي في نيقية من جنوب لبنان في السابق ماتت امها امي قبل شهرين ولم تودع جثمان امها امي قبل شهرين والولت بحضنها كي تانسها الغريزة في البقيعة عند سفح المصيبة والنصيب لبنان يا اخت المستحيل وانا ام امي الوحيدة في الشمال من مسيهم بالخير اهلك جميعا مروان هذه الزيارة الى بيروت قد تدفع ثمنها في فلسطين لبرمان دعا الى محاكمتك وصحب الجنسي منك كيف ستتصرف اذا حصل مثل هذا الامر لا اخفيك سرا انا سعيد بحال اعتقلت ليه لانني اسعى منذ ولد ان لا يكون كلامي حبرا على ورق انما اريد دفع هذا الثمن كي اشعر انني فعلا فلسطيني بكل معنى الكلمة لكي تتساوى مع ابناء جلتك الان الان الاهم من ذلك الاهم من ذلك انني اريد ان اعتقل وانا اطالب السلطات الاسرائيلية باعتقالي لانني اريد تحويل هذه القضية من قضية شخصية الى عامة لان الوقت وصل الوقت المناسب لكي تفتح الحدود للدول العربية من اجل وصول مليوني شخص شريف ووطني يعيش في الداخل الفلسطيني الى هذه الامة التي هي امتداد لهم فلسطين الجبل الذي يبدأ في البقيعة ينتهي في عيت الشعب والجبل الذي ينتهي يبدأ في حرفيش ينتهي في رميش هذه الطبيعة انا جزء منها من الطبيعي ان يتواصل اثنين مليون انسان يعيش في الداخل مع هذا الامتداد العربية انا معك هذا هو السبب الذي اريد من اجل انا الان ان اكسر هذا الحاجز الوعمي الموجود بيننا وبين الامة العربية كيف نتواصل مع ابناء شعبنا الفلسطيني في الداخل في الاراضي المحتلة عام 1948 بشكل خاص ونتلافى في الوقت نفسه شبهة التطبيع مع الاحتلال جميل هذه اشكالية تواجهنا جميعا جميل نحن نرغب ان نتواصل مع هذا الشعب المناضي هذا هو السبب الاساس الذي جعلني ازور بيروت والان تحديدا في هذه الظروف السياسية اجلت هذه الزيارة سنوات طويلة حتى هذه اللحظة لاننا نحن جزء من الامة العربية ثقافيا وتربويا عاداتا في عاداتنا وفي تقاليدنا في حاضرنا وفي مستقبلنا لم اتي الى اسرائيل انما هي من اتت الي لست مضطرا ان اعطي شرعية لفلسطينية تجاه العالم العربي انما العالم العربي يجب عليه ان يعتذر لي على الجرم والغبن التاريخي بانه استثناني من معادلة العلاقة الطبيعية على مدار سبعة وستين عام انا جزء من الامة العربية لست اعتذاريا في لغتي بقدر ما انا عاتب نوعا ما على هذا الامتداد العربي لست اسرائيليا تجاونا على سؤالك كيف نقيم علاقة طبيعية مع ابناء شعبنا الفلسطيني بدون ان نضطر الى التطبيع مع العدو الاسرائيلي انا لا ادعو اي عربي في العالم العربي لزيارة للدخول الى الاراضي التي هي تسيطر عليها الان اسرائيل لان في ذلك تطبيع نعم وانا لا ادعو لقبول اي انسان صهيوني يريد زيارة العالم العربي انه في ذلك تطبيع ولكن نفتح الابواب لالي المناظلين افتحوا الابواب لمليوني فلسطيني الشريف يعيش في الداخل للوصول للعالم العربي من خلال باسبور من خلال ورقة من خلال ترهات من خلال شيء وهمي هذا شيء لا يعنيني تقنيا هذا الامر يجب ان نتواصل نحن جزء من هذه الامر وانا معك انا معك الان تواصلتم مع درويش تواصلتم مع سميع تواصلتم مع تفيق زياد تواصلتم مع عميل حبيبي تواصلوا مع الشعب ليس فقط مع الأسماء نعم وانا اضم صوتي الى صوتك بهذا المعنى يعني ما هو شعورك مروان كفلسطيني مضطر ان يحمل قصرا هوية المحتل محتل بلده بالبدايات كنت اشعر ان في ذلك تناقض نعم الان لا اشعر بأي تناقض واشعر بشكل طبيعي كيف كيف انا لم ااتي الى هذه الدولة هي من اتت الي انا لم احمل الجواز الاسرائيلي انا ولدت فحملت الجواز الاسرائيلي انا والثنين مليون انسان اللي بعيش في الداخل نحن الذين حفظنا على بيوتنا جاءت الدولة وسكنت علينا لا فينا يا زاهي فينا تسكن فلسطين وما زالت تسكن فلسطين وستسكن فلسطين نحن في انتظار الحل الشامل للشعب الفلسطيني الذي نحن جزء من هذا الحل قضيتنا الفلسطيني نحن نبحث عن تغيير واقع سياسي لكل الشعب الفلسطيني ككل ونحن جزء من هذا الشعب تقول الدولة جاءت الدولة لا تقول جاء الاحتلال هل هناك فارق هناك دولة قائمة أنا أتحدث في موضوعية لا أتحدث في رومانسيات هناك دولة قائمة أنا لا أستطيع الخروج منها لأنه بذلك أخرج من وطني الدولة لا تعنيني ما يعنيني هو الوطن ما أحافظ عليه هو الوطن هو بيتي وأهلي وأرضي هذا ما أحافظ عليه أدي وجودكم كمليونين فلسطيني على أرض فلسطيني التاريخية يشكل عام القلق لإسرائيل أنا أريد أن أقول لك أكثر كلام حساس في الدنيا حل قضية الأمة العربية بيد هؤلاء المليوني إنسان الذين يعيشون في الداخل لأنهم الخطر الديموغرافي على هوية الدولة كدولة يهودية لأنهم تغيير من الداخل لأنهم الأكثر تشبثا في الانتماء الفلسطيني كعقدة نقص يعني نحن ما بعد النكبي نشعر ذلك على أجسادنا يوميا الفلسطيني في المخيمات هذا الممنوع هذا الأكثر سوءا يعيش الحالة الأكثر سوءا هو يتحدث من بعيد عن الوطن بشيء من العاطفة والرومانسية نحن نعيش من الداخل من الصراع اليومي النار يوميا تتلظى بنا نحن نشعر الألم يوميا الفارق بين الفلسطيني في المخيمات وفي الشتات وبين الداخل هو أنه يصارع عدو خارجي نحن نصارع العدو من داخله نحن نتقاتل بالمعنى قد مهم دعم صمود هؤلاء تواصل مع هؤلاء تواصل ليس لأجل التطبيع تواصل لأجل دعم تشبثهم بأرضهم وتمصر لا يوجد تطبيع أنا أرفض حتى استعمال الكلمة التطبيع تطبيع راجل زي يقولون المصريين لا علاقة لنا في التطبيع نحن فلسطينيون نقطة لا يوجد أي كلمة إضافية أكثر من ذلك مروان عملت بالاشتراك مع أميمة الخليل والفنان الفلسطيني ذكرني المسيء اللي عملكم مراد خوري الأستاذ مراد خوري خطبة الأحد وهي دعوة للمسيحيين داخل فلسطين لعدم التجنيد في الجيش الاحتلال الإسرائيلي سنتحدث عنها بعد استراحة سريعة ثم نتابع بيت القصيد طوبى طوبى لمن في الأرض قدس بيته المزروعة بخر دمعه طوبى له لحن الحزانة واليتامة والثكالة والحيارة لحننا طوبى له غنى لنا طوبى انطوى زمن الردى زمن النوى زمن الخنى زمن الزنى زمن الزمان المرية النفس التي بعثت إلى أبد الأباد طوبى لنا صوتا يرى ما لا يراد ولا يعاد ولا يباد ولا يصاد ولا يقاد فهل لجيش الحاكم السباحي أن ينسى الذي في جرعه ذكرى تمجد لا تجند طوبى انتهى مشاهدين الكرام في كل أنحاء العالم صفحتنا على الفيسبوك بعنوان بيت القصيد بدنا ندعوكم للاندمام للصفحة ضيفنا الشاعر الفلسطيني مروان مخول مروان قبل ما نحكي عن خطبة الأحد خلينا نسمع الفناني والصديقة أميمة الخليل ماذا تقول عن هذه التجربة صلواتنا من وحي ما قد حل فينا مروان طاقة بتغلي غلي مصمم عنده إرادة صلبة شعره بيقول هذه الإرادة لما بيكتب بيكتب من حاله بيكتب من هويته بيكتب من صراعاته الداخلية بيكتب من حبه من أهله بيكتب من الإنسان اللي كلنا منفتش عليه جواك صوت مروان صارخ بيصرخ فينا بس يعني ورا هذي الصرخة في حب كبير كتير أخذني لمحلات بقراءتي لمعاناة الشعب الفلسطيني أخذني لمكان بأبعاد تانية في شي بحب بقوله عن مروان وهو يعني أنا بشوفه فيه بحس إنه بيرسم هدف عنده هدف بيحلموا هالهدف بيحلموا قصيدة بيكتبها وبيروح على تحقيقة ما في شي بيكتبوا إن كان من حاله أو إن كان من هويته أو إن كان من إنسانيته بشكل عام بيكتبوا عن عبس أو بيكتبوا لأرضاء الآخرين بيكتبوا عطول لنفسه وهيدي شغلي كتير مهمة لأنه لما بينطلق الواحد من زيتيته من جواته هو الطريق أنا برأيي الأنسب لحتى يوصل للجمع ويوصل للأكبر مروان بدي أسألك كيف بتشوف تعاوني أنا وياك أو وين بتشوفه هيدا التعاون بالمستقبل بيني كسود وبينك كسود شكرا لأميمة الخليل على شهدتها الدافئة فضل قريتك منيح أميمة السؤال مش بمحله سؤال الأخير ليه؟ لأنه أميمة الخليل أنا إش جديد عليها لكن هي في داخلي وفي ذائقتي وفي ماضي منذ كنت في السابع من عمري أوزع جريدة الاتحاد في فلسطين أميمة الخليل في داخلي هي ومرسيل والآخرين منذ ذلك الزمن لذلك من يسعى إلى العمل مع الآخر هو أنا وليس هي طبعا أضف إلى ذلك اكتشافي للإنسان الكبير في أميمة لكن لا أريد أن نلعب بينك بونك الآن لأ يعني قدمت أمسيات بيروت تقريبا كلها كانت بمشاركة أميمة هل أميمة رافعة جمهيرية لمجيئك إلى بيروت؟ جميل جميل والله ماذا؟ جميل الأمسيات التي أحييتها في بيروت هي أمسيات مستقلة عن أميمة هي تحل فيها ضيفة شرف وعنالك أمسيتين مشتركتين الأولى ستكون كانت في اليونسكو حضرها الألاف والثانية ستكون في ترابلوس بعد أيام قليلة أنا قصدت أن أكون منفردا في الأمسيات الأولى للتأكيد على قوية الشعرية بعيدا عن اسم أميمة في لبنان بعيدا عن أميمة في لبنان لذلك لدي قيمتي كشاعر مستقل ويشرفني على هذا العمل الذي أشارك في أميمة معها في أعمال أخرى إلى جانب خلينا نجاوب عن سؤالها من خلال خطبة الأحد بأي هم بأي هاجس اشتغلت خطبة الأحد وهي قصيدة أغنية فيديو كليب هي مجرد قصيدة كتبتها أنا بعد ما شاهدت بأم عيني في قرى الجليل الأعلى خوف ورعب بعض ببعض وليس كل بعض الشباب من أبناء الأقليات وعلى رأسي من المسيحيين لأنني أعيش في هذه القرى من وجود جماعات إرهابية ترتكب جرائم بحق هذه الأقليات الفلسطينية لكن في العراق وسوريا فهم يخافون جاءت سلطات الاحتلال وحاولت أن تستغل هذا الخوف والقلق لتحاول تجنيدهم فكرست ميزانيات من أجل أن تنتعزل فرصة الخوف وتجنيدهم بداخل جيشة فتحاول تحويل الصراع من صراع إسرائيلي فلسطيني أمام رأي العام العالمي إلى صراع إسرائيلي إسرائيلي إسلامي في ظل حياد المسيحيين والدروز والشركس والأرن وإلى ذلك من طوائق فجاءت خطبة الأحد وأن تحول الصراع من صراع مع قومية عربية إلى صراع مع فتاة بالضبط زي ما أمريكا بتعمل بالشرق هذا هو المخاطب الإسرائيلي أنا من الإحساس الشخصي كتبت القصيدة أصدقاء أشاروا إلي بأن علينا تحويل هذه القصيدة إلى مغنى لمخاطبة الشارع الشباب كيف كان أثرها؟ كان أثرها أن تناولتها كافة الفضائيات العربية وتناقلتها وسائل الإعلام العالمية أثرها بالداخل على من تتوجه إليهم هي بنظري أوقفت نوعا ما حالة الذهاب حيث نحو التجنيد لست شريكا لكن هذا العمل كان تراكمي إلى جانب كل النشاطات السياسية التي كانت والثقافية هذه خطوة أخيرة ساهمت وكثيرا لماذا أميمة وليس صوت من فلسطين لرمزية أميمة لرمزية أميمة ثلاث أسباب أولا موهبة أميمة ثانيا لأن أميمة لها تاريخ حافل بالنظام معنا 27 عام هي تناظر من أجل قضيتي ثالثا لرمزية أميمة كمغنية من العالم العربي يتعاطب بعض الأقلية ويقول لها أن تجزء منها مروان سؤال الأخير يتعلق بالداخل وما تواجهونه بالعلاقة في مواجهة المحتال قبل أن نعود إلى الشعر ببعض التفاصيل شيمون بيريز حاول أن يستوعبك نعم أرسلك رسالة نعم شو السبب؟ يعني لماذا أرسل لك رسالة؟ وبماذا رديت على شيمون بيريز وما كان رئيسا لدولة الاحتلال؟ ذنب إيه؟ ذنب إيه؟ ذنب إيه يا راجل؟ أنا يعني لما تلقيت طبعا سمعت أنه رح يرشحني إلى نوبل كمان نعم لكن حاول يستوعبك حاول يحتويك ياخدك من جوك في نص الرسالة يقول أنه أنا ترجمت قصيدتك نشيد الحذاء الوطني يوم استقلال دولة اليابان وقرأت على الملأ للملايين فعلا يوجد بشعرك حزن لكن فيه أمل فيه صح فيه غضب لكن فيه كمان ضرب للسلام ومش عارف شو لا أريد أن أدخل في مشاعر شيمون بيريز ماذا؟ شعر عندما وجه إلي هذه الرسالة نعم ولا يهم من الآن تأثير هذه الرسالة السياسي قد يضير بي وبشعبي لأن في هذا الترشيح لنوبل إذا كان هذا الكلام صحيح صادق وهذه الرسالة وهذا الحب الجارف نعم هذا حب القاتل قد يكون فيه خير يراد منه باطل نعم هو يصور للعالم أراد أم لا يرد بشكل إرادي أم لا إرادي هو يسوق للعالم أن دولة إسرائيل دولة ديمقراطية إلى حد أنها مستعدة أن تتغزل بشاعر يسب عليها كل اثنين وخميس أمام العالم كي تؤكد على ديمقراطيتها وليس على قوة الشاعر لذلك رفضت الرسالة لم أجب عليها أجبت الناس على هذه الرسالة نعم وللأسف لا أستطيع أن أحب هذا الشخص ولا هذه الرسالة لأن قصيدتي أنا أتحدث في ستيرة في إيرونيا في سخرية ولا أتحدث جزء من كلامي لغة ساخرة وليست لغة واقعية للأسف لا أستطيع التعامل مع قصيدته ولن أتعاطف آسف مع رسالته لأن القصيدة الأولى في حياتي التي كتبتها في بلدة سحمات المؤجرة كانت عن مزرة قانا التي ارتكبها هذا الشخص نعم على سيرة السخرية يعني هي تعيدني هذه الملاحظة إلى الشاعر أرض الباسفلورة الحزينة نعم يشي هذا العنوان عنوان أحد دووينك نعم بسخرية ما من كتاب غسان كنافاني لا لا ليس السخرية هو إيروني إيرونيا أردت أن أقول ترجم للإيرونيا يلا يعني بكلامه واضح أوكي غسان كنافاني كتب من الخارج عن فلسطين تغنى فلسطين التاريخية نعم أنا مستفز من نظرة الخارج إلى الداخل وكأن فلسطيني بما فيها نظرة فلسطيني الشتات طبعا أردت أن أقول له بلغة ساخرة ليس له أردت أن أقول أن فلسطين التي تحب بهذا الشكل الرومانسي تغيرت الواقع يبحث عن خطة عملي للعودي وليس خطة رومانسية للعودي والتغني بفلسطين وبرتقالها لأن على شجر البرتقال في يافا ليس فقط مليون شمس إنما أيضا يوجد نبات متسلق وهو الاحتلال الذي تسلق شجرة البرتقال هذا فغير ملامحها الخارجية عضويا هي لا تزال هي ما زالت فلسطينية نعم برتقالة وصامدة لكن تتعربش عليها يتعربش عليها نبات محتل طارئ على الطبيعي ولا شيء طبيعي ولا شيء ليس طبيعيا في الطبيعة يدوم هذا النبات طارئ أنا أحاكي اللاجئ أن يكون موضوعيا في تعامله مع فلسطين ولكن أحاكي من جهة أخرى للاحتلال وأناهت سياسة في ما يتعلق باللاجئ وحقه في العودة في كل هذه المعمعة في كل هذه المواجهة التي تخضونها يوميا مع المحتل الإسرائيلي هناك مطرح للتفاصيل العادي للحياة الإنسانية هو ظلم للحب للكره للولادي للاشتياق للفراغ تكتب لهذه الموضوعات هذه هي سلبية القضية الفلسطينية كوني فلسطيني وشاعر سياسي أنني حتى الآن مرة معظم الوقت ولم أتحدث في الأدب إنما في السياسة جزء الأول كله كان في الشعر أنا كل شيء يأخذني إلى السياسة أنت بسألك بالشارع بتروح بالغرب يعني تعود إلى السياسة حياتي مجبولة في السياسة كل شيء في السياسة لذلك أنا أحب أن أتشبث فيما تتحدث الوجداني والإنساني والعاطفي طبعا موجود قصائدي لكن حتى اللمحة السياسية موجودة في القصيدة العاطفية تراني منفعلا حتى في القصيدة العاطفية لا تستطيع فكاكا مع السياسة الأبوة مروان الأبوة ماذا فعلت بك شعريا بدي أسمع الأصيدي أنا كرميل هيك عم بسأل أنا أجلت إنجاب طفل ثمان سنوات نعم لكن سرعا عندما قررت أن عشت التجربة عشت التجربة وجاءني ندمت حبيبي وجد الذي ينتظرني في فلسطين صابت بك وصابني على كل حال نعم عندما عدت إلى فلسطين يا زاهي عندما عود إلى فلسطين ينتظرني طفل عمره ثلاث سنوات أجلت عن الحياة ثمان سنوات سأختصر لك كل شيء في القصيدة في القصيدة تفضل هذا من ديوان جديد بده يصدر قريبا نعم نعم هل اخترت له عنوان؟ لا يلا نختار وصوى بركي لي الشرف وجد كم هباء كل الشيء كان من قبلك ومن بعدك كم صار كل الشيء بهاء يا بني كم غباء كان أني أجلت الحياة عنك وعن غمازتي وجهي التي كذراعين مفتوحتين ترحبان بك كم لا يكفيني أن أكون سعيدا وأنا أقبلك ألف العالم غير مصدق ما أنا فيه فيما ألف الآن قماطك كم من الكم ينقصني فيما أنا فيه في حضرتك لا حاجة بعد الآن بي إلى الاستعارات والمجازات والتشبيهات في لغة المعاجم ولا التناصي ولا الطباق ولا التورية بل كل ما تحتاجه هذه القصيدة هو أن أفسر سر أبوتي وهي تبحث عن نهد فيها كي أرضعك ما أجملك أصيدي جميلة ولكن فيها يعني توق توق الأب إلى أن يكون الأم عند شاعر فيه شيء من الأممي أنا أغار من أمي ومن زوجتي ومن الأنثى أنا أحب الأنثى أكثر من الرجل وأشعر أن كل منسوب العاطفة في الدنيا في هذا المخلوق المستثنى عند العرب لماذا هذا الحب العارم أو هذه النظرة شاعرية إلى الأنثى ولكن بعد الاستراحة الأخيرة نتابع بيت القصيد إلى لبنان جئت لأني مشتاق لنصفي الآخر ما بلغت بل عل اختصرت في بيتين لبنانا به مليون رشمية تطل عليك يوميا كعين مروان وصلنا للقسم الأخير يعني الوقت أخذنا برفعتك بسرعة سنذهب معا إلى رميش إلى القرية والدتك خليك تطل على فلسطين من المقلب الآخر أنت معاوة تطل على الجنوب من الجليل طل على الجليل من الجنوب على أمل زوال هذا السياج وهذا الجدار الفاصل وهذا الاحتلال البغيد على مفارق جميلة بيروت جميلة جداً يمكن تناقضاتها وغربتها ويسارة ويمينة واختلافاتها تجعل منها مكان جميل أكيد أجمل عاصمي في العالم العربية أكيد إذا ليش في العالم بنظره يمكن لأنها ممنوعة كانت عني وعن شعبك كأنه رمى قارورة لموج فلسطين وجاء ينتظرها هنا قبلة بحر بيروت ليس في القارورة غير عطر العشق وتوقي اللقاء بمعشوقة طال نأيها جميلة يلا على الجنوب ميمماً وجهه ووجهته جنوباً إلى رميش يتهجأ الشاعر المدن والبلدات والقرى ويقرأ سيرة جباله استحصت على الغزاة والمحتلين قبل أن يكحل عينيه بمرأة مسقط رأسه في رميش على مرمع صفور أو قبلة من فلسطين يلتقي الشاعر أهله وخلانه هنا ثمت نصفه الآخر هنا بعض ذاكراته وذكرياته وهنا أيضاً تشكلت بداياته وتفتحه على الحب والحياة حسناً موسيقى في جوف ثنائية تصل أحيانا حد التناقض يرسم مخلول هوية لا لبس فيها في عمارة قصيدته فلسطين هي البداية والنهاية وحجر الزاوية فيبني القصيدة ويهندسها بمهارة العالم يستعيد مع جده لأمه وخالاته وأخواله وخلانه ذكريات ماضن لا يعود إلا على هيئة قصيدة أو حمي موسيقى 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 الشاعر العائد إلى أرض قصيدته يترك بعض قلبه هنا ويودعنا على أمل عودة لا مفر منها فالسياج الفاصل زائل لا محالة وإلى حينها يقطع الحدود بجناحي شعر وحبر وقلب طائر حر بعد ما شفناك بين أهلك وناسك في رميش وهني جيراننا ممسيهم بالخير جيراني التلويح للأهل من خلف سياج من خلف جدار محتل سواء كنت بالجليل عم بتلوح للجنوب أو في الجنوب تلوح للجليل المشاعر الإنسانية بعيداً عن السياسي وعن الهموم الكبرى هلكتنا السياسي يا زاهل صعب جداً أوصف لك بتحفزك هذه الحالة على الكتابي بس بتحفزني بس بتحفزني يحفزني كل شيء وجداني صادق لا أستطيع التخلص من انتمائي العاطفي لأصلي اللي بنكر أصله ملوش أصل هذا هو أصلي فهؤلاء الناس من سخرة الأخضاء سأقول لك شيء كان غريب جداً لقاء الأول قبل هذا اللقاء مع الأقارب في الجنوب كان أنفجأتهم وزرتهم وهم جالسون في الخارج بدون سابق انذار فكان اللقاء الأول عاطفي إلى أبعد الحدود الممكنة وبكاء ساعة ساعتين لكن بعد سرعان ما شعرت بالغربة لأن هؤلاء الطيبين الذي تركتم أنا قبل عشرين عام تغيروا نعم كانوا في ذهني في ذاكري بشكل معين والآن هم آخرين الآن بعد عشرين عاماً أنا أتعرف لأول مرة على أقاربي كيف يعني بعيداً عن الأقارب والأصدقاء القصيدة كيف تولد مروان يعني هل هي فكرة أولاً هل هي ما يشبه الوحي تأتي دفعة واحدة لك تقص في الكتاب نعم نعم لدي تقص طبعاً لدي أريد أن أكتب القصيدة الأجمل دائماً هذه النخبوية في التعامل مع قصيدتي تدير به تجعلني لا أكتب كثيراً أنا أريد أن أكتب لكني لا أستطيع أريد أن أكتب أفضل قصيدة دائماً تكتب بالألم والورأة لا أبداً أنا لا أكتب نهائياً أنا أطبع ولا يعنيني التقوص الشكلية الصورية المهمة الصورة الشعرية التي أؤديها لا يعنيني إذا كنت أكتب قصيدة تفعيلة أم عروضية أم قصيدة نثرية هذا كله لا يعنيني هذا نتيجة تحصيل حاصل عند الكتابة الأنثى التي تحدثت عنها قبل الاستراحة يعني بكل هذا السحر بكل هذا يعني تقديس تقريباً لماذا؟ ماذا تعطيك الأنثى؟ أو الأنوفة إذا جاءت تعديل؟ كل شيء أو الماء أقدس في هذه الدنيا هو الأنثى أحب الأنثى لقد رأيته في الحبيبة والزوجة رأيته في أمي في أختي رأيته في البيئة رأيته في الوطن الأنثى فلسطين فقلت عن فلسطين فلسطين فتاة مغتصبة سأتزوجها أشعر في هذا قرأ شاهدت مسلسل آسف فيلم إيراني اسمه سورية رأيت فيه الجرم الإنساني الرجم بهذه القسوة تجاه حقارة الإنسان في التعامل بثانوية مع الإمرأة هذا التعاطف هو مزيج من إيمان العضو في حاجة تقيمة المرأة إلى جانب تعاطفي معها المرأة الفلسطينية يعني مكافحة مناضلة أكثر من الرجل مضحي أكثر من أباس هل حضورها في المشهد الفلسطيني نعم موجود يوازي تضحياتها الاجتماعي لا السياسي نعم هناك أسباب عقائدية دينية اجتماعية عادات وتقاليد تمنع المرأة من البروز فيها لكن هناك حالات استثنائية في السياسة وفي المجتمع المدني نحن بحاجة للتطور نحن في الحقيقة بحاجة إلى تطوير مكانة المرأة ليس كمن يملك الحق ويعطيها كهبة إنما كمن يرى أنها تناصفه الحقوق من الداخل من إيماني بأنها هي مساوية لي إلقاءك مروان بموضوع آخر طريقتك في الإلقاء فيها شيء من الحدي شيء من القصوي أحيانا بتشد على الكلمات من أين هذا؟ من لي هذا أنا هكذا أنا في الحياة اليومية عندما أتحدث الآن أتحدث معك وكل صخب هذا أنا هذا هو الشخص لا أريد أن أغيره سعيد فيه قد يكون ليس جميل مررنا بالبداية في كل شيء مرور الكرام مع مسألة إلقاء الشعر في بداية الحوار أدي الإلقاء جزء من لعبتك الشعر 50% 50% وحين تصبح القصيدة في كتاب تذهب بمعزل عنك إلى قارئها لم أعد قوم بمسألة التوثيق الورقي للقصيدة أنا من أنصار المسموع في الشعر وليس المقروء فقط قيمتي في إلقائي وفي قصيدة في ذات الوقت تخيل أن هذه التقنيات غير موجودة يعني اليوتيوب ووسائل التواصل قصائد المتنبي وأسلافنا وصلتنا لأن هذا قيمي ليس لأنه نعم طبعا صوتي ليس تقنيا صوتي طبيعيا أنا لا أتحدث لا عن يوتيوب ولا عن فيسبوك ولا عن مصرح أتحدث عن منبريتي عن صوتي الشعري عن الذائقة السمعية إلى جانب البصرية والذهنية التي تقرأ النص نعم المتنبي كانت تحفظ عندما يقولها وليس عندما يكتبها الآن لذلك أنا دائما أعمل على المواءمة التي تحدثت عنها في البداية بين قيمة الشعرية وقيمة الجماهيرية هذا ما يجعلني حذر في التعامل مع جماهيريتي أنا لا أريد هذا الكمل هائل من الحب أحيانا في أمسية أونسكو كان أكثر من ألف وخمسمائة شخص أنا كنت سعيد جدا بمن يتعاطف مع المسموع لكن أريد أن أعود إلى البيت فأقرأ كي أؤكد على قصيدتي من حيث الفنية التي فيها نعم يعني بمعنى أنه لا شيء يحل محل لا أبدا يكمل أن نحن شعب يحب ثقافة أن شيء يلغي الآخر أبدا الأشياء تكمل بعض هل بيشغلك الموضوع أكثر أم الشكل يعني المضموء المعنى أم المبنى يتقدم لديك سأفاجأك الشكل أكثر من المبنى الشكل أكثر من الفكرة الفكرة ليست مهمة قد أكتب لك قصيدة عظيمة عن حذائي قصيدة جميلة عن غسالة الموضوع غسالة جديدة ليس مهم لكن الفنية التي فيها تناول أعطيني مثال سأقرأ لك قصيدة فضل أي ما قبل الختام العصيدي يمكن هذا شيء إلو علاقة بكونك مهندس مروان يعني الشكل من هاي يعني ملعبك الحقيقي ملعب أنا شاعر أنا شاعر أعمل في الهندسة نعم في الهندسة في الهندسة والبناء نعم نعم أنت أنا على الأقل سأقبلك قبل ما أذهب إلى عملي في صباح ليس خاصا سأعد لك الفطور مما توفر كي تأكل حناني بنهم سأعود إليك في الظهيرة بعقد من اللؤلؤ والعواطف علك تحلوين أكثر سأحبك كثيرا وتكونين لي كل شيء حين أقرر أنا وزوجتي يبنتي أن تولدي يلا بانتظار يعني تجيبوا له إخت لوجد لوجد الله اسمه حلو كمان اسم تغليب القلب على العقل نعم وجد يعني تغليب القلب على العقل هل تغلب في حياتك يعني اليومية قلبك على العقل ألعب في الملعبين في ملعب المهندس والشاعر وأهلا بك شاعرا مروان حللت ضيفا عزيزا على بيت القصيد نختم معك بالشاعر إذا سمحت شكرا مساءك ليل محلى أياما كقطر ندى من على شجر الرند نزت علي لأصحو مع الفجر أنفضه قبل أن يفتح الصبح عينه أو يتلوه مساءك من من وسلوى وجمر يؤجج تحت هشيم المشاعر فأنت اللهيب وجسمي فوقك لان قبيل يذوب فهل تسمحين لي الآن أن أرث نفسي وأن أتشضع مساءك فتوى ورب رؤوف يعز علي فأغدو الطقي الذي حج منك إليك وصل تعالي نحاول عبور المسافة ما بين قطبين منفصلين أو نزر البعد يا سدرة المنتهى حيث لا بد للحظ أن يتجلى وأن يتبده تعالي إلي لأن الفراق خبيثا يطل علينا تعالي ليغمى عليه الفراق وينسى تعالي فينسى تعالي تعالي فينسى ألف شكر مروان مخول نورت بيت القصيد ومن خلالك تحية لفلسطين الداخل والخارج شكرا شكرا لبيروت وشكرا لبنان وشكرا لهذه الفرصة التاريخية إن صح القول أهلا وسهلا شرفتنا والشكر دائما لفريق العمل لغادة صالح وللمخرج علي حيدر نلتقيكم الأسبوع المقبل على خير بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر